على طريق باقوب القديم وفي منطقة المعامل تحديدا في العاصمة بغداد خرجت جماهر عدد من المرشحين في الدائرة التاسعة بتظاهرة طالبوا خلالها بضرورة المضي بعامريات العد والفرز اليدوي لجميع المحطات وذلك لرفضهم نتائج الانتخابات معتبرينها غير نزيهة وشابتها بعض الاخفاقات اليوم وقفتنا احتجاجية على آلية العد والفرز اليدوي نطالب رئيس الوزراء والمفاوضية العلية المستقلة لانتخابات بعادة الفرز والعد اليدوي لكافة محطات العراق لإظهار الحق وكل مرشح يأخذ حقه ونصيبه مثلا من شريحة هذا المجتمع ويؤكد أغلب المرشحين المؤترضين الذين اتخذوا مع جمهورهم طرق الاحتجاج السلمي في رفض النتائج إن أصوات ناخبيهم والتي احتسبوها عن طريق الأشريطة من المحطات لم تتساوى مع نتائج المفاوضية مرجحين وجود حالات تزوير لا يمكن التأكد منها إلا عن طريق العد والفرز اليدوي اللي حدث أن المفاوضية صراحة هي أربكة الوضع بإعلانها النتائج الأولية من دون النتائج النهائية وطلبة من المرشحين أن يقدمون طعون زينياتورة هذه الطعون نقدمها على النتائج اللي طلعت لو ننتظر طعن آخر بالنتائج النهائية هذا أول إرباك وأول تخبط وقعد بها المفاوضية إحنا عدنا أدلة وعدنا أشرطة وعدنا مدارس ما نفرزت الأصوات والحد الآن وحتى بالخاص إحنا اليوم طلبنا مثل هاي اليوم بالجماهير وباسم هاي القناة إعادة الانتخابات فرزها اليدوي العاصمة بغداد وبعض المدن الأخرى كانت قشهدت تظاهرات جماهيرية لأنصار بعض المرشحين المطالبين بتطبيق إجراءات العد والفرز اليدوي كون تلك الآلية قانونية وقد استخدمت بدورتين انتخابيتين بعد التشكيك بالنتائج هذه الجماهير والتي تواجدت على طريق بعقوب القديم في العاصمة بغداد يطالبون بمطلب واحد واضح وهو إعادة العد والفرز اليدوي ولجميع المحطات في العراق وذلك لتشكيكهم بنتائج الانتخابات صباح حكيم الفرات بغداد